السلام عليكم هل انت فومو او جومو هل صرت اقل انتاجية واقل تركيز تعاني من القلق والمشاكل في النوم فقد قدرتك على الاستمتاع باللحظات الجميلة هل تعيش في حالة من التوتر المستمر مهم لحياتك الواقعية وعلاقاتك الاجتماعية لا تقلق يا صديقي فهذا مو برنامج الاتجاه المعاكس فاذا كان الجواب بنعم فقد تكون مصاب بمتلازمة فومو في عصرنا الحالي اللي تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي برز مصطلح فومو يعني الخوف من تفويت شيء ما هذا الخوف مو مجرد شعور عابر بل هو حالة نفسية تنتج عن الرغبة الملحة في البقاء على اطلاع دائم بكل ما يحدث حولنا خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتسجننا في عالم افتراضي موازي ونقارن حياتنا بحياة الاخرين المثالية عبر الشاشات هذه المقارنة المستمرة تولد فينا شعور بالدنيا وعدم الرضا عن حياتنا الحقيقية ويدفعنا الى البحث الدائم عن المزيد من الاثارة والتجارب الجديدة الدوبامين او هرمون السعادة يلعب دور كبير في تعزيز متلازمة فومو فلما نستلم اشعارات بالاعجاب او التعليقات على المنشورات يفرز الدماغ هرمون السعادة ويمنحنا شعور بالمتعة والادمان هذا الشعور يخلينا نتعلق بهاتفنا والتحقق باستمرار من التحديثات واللي يزيد من حدة مشكلة فومو المشاهدة السريعة احد حالات فومو في عالم مزدحم بالاعمال والالتزامات نحب نبالغ بالقيام بكل شيء بسرعة واستهلاك كميات هائلة من المحتوى في وقت قصير وبشكل متسرع وعشوائي نبغى نشوف ونسمع كل حاجة في وقت اقل وبخاصية المشاهدة السريعة سبيد ووتشينج ويجينا شعور بعدم الامان في حال تأخرنا عن متابعة كل شيء سواء افلام محاضرات او رسائل صوتية هذا سبب شعور داخلي باننا رح نكون اقل قيمة في محيطنا الاجتماعي اذا ما كنا نعرف كل شيء استهلاك المحتوى بسرعة مضاعفة يؤثر على عقلنا بالتأكيد ويفقدنا فهم مضمون المحتوى مثل التوقف ونبرة الصوت والنظر الى التفاصيل وتضعف قدرتنا على الفهم والصبر ومع الوقت يؤثر على الانتباه والتركيز والتعلم وعلى الذاكرة وتقل مهارة التحليل لدى المتلقي واكيد رح نفقد اكثر اذا كان المحتوى معقد مثل المحاضرات والافلام الوثائقية خيار مضاعفة السرعة ميزة يمكن توظيفها بشكل جيد لبعض المحتوى والتأثيرات السلبية تظهر لما تتحول الى عادة جومو حالة الطناش جومو تعني joy of missing out هي حالة نفسية معاكسة تماما لفومو بمعنى تفويت شيء ما يعني طنش جومو دائما تشجعنا على الاستمتاع بالحياة الحقيقية وقضاء الوقت مع حباءنا وممارسة الهوايات دون الشعور بالذنب او القلق من اي شيء القرار بيدك اما ان تكون فومو وتعيش اسير لعالم افتراضي وهمي او جومو تختار ان تعيش حياة حقيقية مليئة بالسعادة والرضا شكرا على حسن المتابعة